ثلاثون عاما وما ملت قدماه المعروف ومواساة المرضى ومعايدتهم عرفتهم ممرات الغرف وجوه العاملين في مستشفى حوطة سدير لأكثر من ثلاثين عاما عرفته بأثره الطيب وذكره الطيب وهو أجمل ما يتركه الإنسان في أي مكان تطأه أقدامه على وجه الأرض ثلاثون عاما وهو يبادر بإنسانيته الكبيرة لزيارة المرضى لمعايدتهم ويزرع فينا خصلة إنسانية وأنموذجا وقدوة لن ينساها له الزمن وسنظل نتذكره بها دائما هذا الانموذج الإنساني الفريد هو العم علي الموسى الذي شرفنا اليوم في استيديو ياهلة وبصحبته ولده الأستاذ عبد العزيز بن علي الموسى عم علي مساك الله بالخير شاكم الله بالعافية حياك الله بالعافية شرفتنا ونورتنا أنت قدوة لنا وأب ونموذج شاك الله خير شاك الله خير احك لنا يا عم علي من متى بدأت تزور والعافية عند الله ما يبع عندنا الحمد لله وخطر واحد يقول العافية ما يبع عندك يتروه كل يوم صحيح الله يزيننا بالعافية يا رب عم علي من متى بدأت زيارة المرضى تذكر ها تذكر من متى بدأت العادة هذه من متى بدأت تزور المرضى في المستشفيات أجيها مالة ثالث وشرون شاك الدنيا ما فرأة أروح لهم لا لا يعني يقول أكثر متى تذكر كم سنة؟ كم لكم سنة لا واحد نشني أي ليش تروح لهم للمستشفى كل يوم؟ وش اللي يدفعك أنك تروح للمرضى للمستشفى كل يوم؟ هذا من الله ولا تحرك لما قوم شدوا الهدوم يا الله يقولوا لك يجلس ايه يقولوا شعف دورنا وش تقول لهم إذا قابلتهم؟ وش الكلام اللي يصير بينكم؟ هذا يقولون قلت فمن الله الله إن شاء الله يعافينا وإياك وكل مسلم اي بس ما يفرحون بشوفتك؟ لا أعطيهم شي يعني ما يقولك إن يعطيهم أو ما غدا أعطيهم إلا الدعاء نحناش لنا نجابية وإدعاء أكبر عطي يطوي للعب ايه والله ايه والله إذا قاعدت يوم ما جيتم الله أشبرك عبتين بسخنك يا الله يفقدونك ايه والله أبد الله يطول بعمرك يا رب يعني الله الحين ويعينك على طاعتك عبد العزيز رحف فيك الله يحقيك يطول عبد العزيز وسلم احكي لنا عن الوالد وعن هالعادة متى بداها وكيف يأديها كل يوم يبدأها من أكثر من أكثر من ثلاثين سنة وهو يروح الصباح يروح المساء على طول ما عدن لو يقعد يوم فقدوه وين المرضى يسألون عنه ايه يسألون وين ابو ناظر ما عاجل يوم الانسان يوم يجري الشغل عادي الشغل نتخابرها ايه ترزق الله ترزق الله الواحد ايه الله يرزقك بيرزقك الله مع هالخطوات اللي نصف قادم برا والله نلحنهم مرتين ثلاث ما يشوف مرتين ثلاث في اليوم ايه ما عشاء الله تبارك الله طيب اللي تزورهم كبار وصغار ببارو ملا ما خلي احد ما بدع لا لا ما هم كاثقين ولا سبيين اللي خلي احد ما يشاف احد نعم اللي يخلي احد كنه ما شاف احد نعم ما شاء الله تبارك الله الله يديهم هالستعادة هالضحكة يعمل والعافية و الله انت بالنسب عندهم الحمدلله مباركاته وياديه بقوم شد هدوه ايه إيه ايه ايه بقومة عنده المريض ايه تعرفهم تعرف أسماؤهم وتعرف أعيال منهم بعضهم ما عارفوا لأني شدته وبعضهم الله مرة إلا عارف صد صد والله هنشدها بالدقيقة عسى ما عشى عسى كشو عسى تنام وعضوه يقول الحمد الله والله ما ننام ووحد يقول الله تخبيق النوم تخبيق الله يكون بعونهم ويشافيهم ويعافيهم يا رب والعاب يعند أضنب عندنا الحمد لله ما كورا أنهم يفرحون بلا شافون الجاي الحمد لله طيب عم علي تسمح لي وتسمح لي عبد العزيز أخذ اتصال هاتفي بس بعد إذركم اتصال هاتفي معي من مدير التوعية الدينية بنستشفى حوطة سدير صاحب مبادرة تكريم العم علي الموسى وهو الأستاذ عيدان العيدان أستاذ عيدان مستك الله بالخير مستك الله بالخير أخي كيف الحال تكلمنا عن العم علي الموسى العم علي الموسى الله يوفقنا إياه معودنا يوميا لزيارة المرضى حتى إذا غاب فقدوها المرضى وين حتى ماشر حتى ما جال شي فيه شي ويدخل السرور عليهم ما شاء الله وش المواقف اللي تصير بينه وبين المرضى وش المواقف اللي تصير بين العم علي وبين المرضى أحيانا يدخل على المريض ويفصن على المريض أنه نائم أي ويدخل بهدوء ويسلم وإذا يرى أنه نائم يقوم يغطيه ويدعيله ويطلع يا الله حتى ما شاء الله فيه استفاد طالب العلم ما شاء الله من في أدب الزيارة بعدم إزعاجهم الدخول بهدوء والسلام عليهم ولا يزعجوا إذا كان في أحد نائم طلعوا مش على طول ما يوقظه يدعيله ويمشي لا 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 خلّه بتقول شي يا عم علي ويدعا فيه عند الله ميد عندنا اي ويدعا فيه عند الله ميد عندنا وميدعيله كل ما يجينا لما ودخلنا وظهر هذا معي على الهاتف الاستاذ عيدان العيدان من المستشفى اللي كرموك وش تقول له حتى أقول جزاهم الله خير والله إن شاء الله عاكم المريض عمين يا رب طيب استاذ عيدان متى جات فكرة التكريم وباختصار إذا سمحت لي والله فكرة التكريم من جيت للمستشفى من جي خمس سنوات وأنا مبادرت لنا نكرم الرجل هذا يستهل ويسامح هذا على الراس ما شاء الله والحمد لله طرحنا الفكرة على إدارة المستشفى ما شاء الله ورحبت الفكرة على طول مرة الله يزاكم خير أنتم فاتحين له الزيارة في أي وقت مرة 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 مو شرط أوقات الزيارة مرة أي لازم تتوصون في العم علي تكفون يعني هذا قدوتنا كلنا نعم هذا التاج على روسنا الله يرفع مقدارك شكرا لك استاذ عيدان وشكرا لمبادرة المستشفى عبد العزيز كيف أنتم متعايشين في العائلة مع زيارة الوالد من يوديه من يجيبه هل أثر فيكم وصوتكم لا والله ما أثر أنا لصيت موجود والأخوي السبير الأخ ناصر أبو إبراهيم يوديه والحمد لله يعني كل بنا متعاونين يعني أقصد أنه ورثكم هذه العادة في ناس من العائلة صاروا يقتدون بالعم علي ويروحوا والله فيهم يعني ما أقول لك يعني بس هو الحمد لله يعني هو اللي متواصل مرة الحمد لله عم علي مستشفى الحوطة بس ولا تروح مستشفيات ثانية والله لليس يروحي ذا لبرة نجاح في محاواتك معك يعني على كلام إذا صنع محاواتك مع موجودين أي؟ يجيه واحد رفيز الله عزيز عليه يوديه ما شاء الله يوديه معه الله يطوله بالعمر العم علي كم عمره الآن؟ أربعة وتسعين سنة ما شاء الله تبارك أنا قال بأشوف لكثلة العمر تفضل آخر إذا جاء الله بأشوفه في الآن قلت معك في الحوطة ولا في الروضة أي؟ قلت معك أخوزهم معك أي معك وجيجها الله خيش يعني ما شاء الله تبارك الله نعم الحمد لله يعني ومحبوب محبوب عند العالم كلهم أنا زرحتنا إياه ورقدوه في مستشفى منك خاد العيون سوى عمل قرانية في عينه أي ألف سلام أيه وقعد لسبعة عشر يوم حتى الدخطور قال أول يعني شايب يقد عندنا سبعة عشر يوم ما شاء الله تبارك الله طيب كيف كان ردة فعل الناس لما هو تنوم في المستشفى؟ والله جوا زياراتهم زياراتهم والله يجون وبعضهم اللي ما يقدر يسوه بل يقدر يجي بالتلبون ولو في فراشة وشلون عينك يا عم علي طمنا وشلون عينك بعد العملية؟ لا طيب زيارات يا الله الحمد لله طيب أبسمع منك كلام تقولوا للمرضى في المستشفيات وش تقولهم على الهوى الحين هم يسمعونك؟ أقول جاكم الله خير ما قصتهم مضروفين طيب للناس اللي في بيوتهم اللي بعافيتهم وبصحتهم وش تقولهم؟ ما عن جل هد صلاة بلهم بالعافية لا عمين يا رب 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 ويعطيك الصحة والعافية يا رب ويطول لنا بعمرك يا عم علي قبل ما اختم هالحلقة عم علي تتذكر اي مواقف صارت بينك وبين المرضى يعني متذكرها مواقف معينة بينك وبين مريض؟ حب من الله اي حب من الله لكن صار موقف معين ولا ما تذكر شيء؟ مريض طلب منك شيء طلبت منه شيء اتواصلته من بعد خروجه زارك زرته؟ نزوره كل ما ما حبنا الله وحنانا فلانا 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 اي وانا نزوره ولي عدا نتخاف الامور مهي بوقت طيب مهي بالحيد اي بعدها قولوا الوقت ولي عدا الحين الحمد لله كش الراهل لا الحمد لله صحتك فيك يا طويل العمر والله يزينك بالعافية يا رب يا رب عبدالعزيزة بسمع منك كلمة خيرة بس ابغاك تقولنا اللي احنا ما نعرف عن الوالد في البيت مع الاصدقاء مع اهلاء مع جماعتهم مره 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 يعني يجوه للمة يجوه للمة في البيت يعني كوه معنا يطلعون اياه مره بعد ما يحتاج نوصيك لا 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 الله يطول عمرك حل نشيلها على روشنا بي ما رأسك احنا ودنا هالعادة تستمر والاجيان يتعلمونها بصراحة طول عمرك بي والله كلهم صيبين معي ومع الحمد لله ومع اللي ما يعرفون مع بعيد اجنبين جاي ولا رايح يعني ينحو دمه ايه الحمد لله الحمد لله والله اننا قدوة يا عم علي والنك مؤثر فينا كلنا وقسم بالله اني من اول ما قرأت الحكاية هذه من اول ما قرأت صداخته وكل ما متأثري يا طويل الحمد لله رب العالمين ابد انا عبدالعزيز اشكرك الله واذا لك كلمة اخيرة تقدر تقولها والله كلهم والله اشكركم والله اجاكم خير والله كلهم والله كلهم والله كلهم والله طيبين معي ومع الناس بعد تستاهل 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا